جولة مكثفة من الحوارات والمفاوضات الجديدة مرة أخرى بين وفدي حكومة إقليم كردستان برئاسة قوبات طلباني والمسؤولين الماليين في الحكومة الاتحادية لمناقشة تنفيذ بنود المواد القانونية المتعلقة بحصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد وتأكيدات على استعداد الإقليم للإفاء بالتزاماته المالية تجاه بغداد نرى بأن هناك جنب السياسية تؤثر على التفاهم الذي حصل بين حكومة إقليم كردستان وحكومة الاتحادية هناك تقارب وتفاهم بين حكومتي أربيل وبغداد في ملف المال والطاقة ولكن نشعر بأن الأخوة السياسية في ملسون والعراق دائما يكون لهم تأثير سياسي على الموازنة بصورة عامة وليس قضية قضايا مالية وقضايا التعليق بالأرقام وقضايا التعليق بالملف الطاقة زيارة ليست الأولى وملفاتها النفطية والمالية والإدارية والعسكرية عجزة السنوات الطويلة الوصول بها إلى بر الأمان بالرغم من رغبة واستعداد الطرفين لإنهاء عقدة تلك الملفات على أسس دستورية وقانونية زيارة أبرز ما يلفت النظر فيها هو طلب الإقليم بأن تكون المفاوضات بين وفدي الحكومتين بعدم وجود ممثل الأحزاب السياسية فيها فيما تحاول حكومة الإقليم جاهدة باتخاذ إجراءات لتلافي تأخير إطلاق رواتب موظفيها ولتلافي تأخير إطلاق رواتب موظف الإقليم المتأخرة لعشرة أشهر اتخذت حكومة الإقليم إجراءات استباقية في وقت سابق تتمثل بفرض رسوم ضريبية على الشركات المالية بنسبة 20% مع فرض ضرائب على موظف القطاع الخاص وأصحاب المطاعم والفنادق تيمة وصف خباراء الاقتصاد تلك القرارات بأنها حكيمة وتصب في مصلحة الجميع منذ تأخر إرسال حصة الإقليم الموازنة منذ أكثر من عدة أشهر على الرغم أنه قانون الموازنة تم مصادق عليه في نهاية شهر الثالث لأن حكومة الإقليم تمكنت من تزديد الرواتب حتى الأشهر الأربع الأولى من هذه السنة الحالية لكن عمدت إلى إجراءات استباقية وهي إجراء استقطاعات إلى نسبة 20% من رواتب الموظفين من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة